اختتم اليوم ملتقى وجائزة التمييز القيادي للمرأة السادس في قطاع النفط والغاز لواس 2020 بمشاركة أكثر من ألف ومئة مشارك من الأكاديميين والمتخصصين والمسؤولين والفنيين من 57 دولة حيث صلت الضواء على عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرأة القيادية في قطاع النفط والغاز وقد أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أن ما وصلت إليه المرأة في مملكة البحري من مستوى متقدم يتي ترجمة للرعاية والتوجيهات السامية من لدن صاحبة السمو الأميرة سبيكا بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي هيى تأسبل أمام المرأة البحرينية لتؤكد جدارتها بتقلد أرفع المناصب في مختلف القطاعات ومن بينها النفط والغاز مضيفا معالي أن ما حققته المرأة البحرينية في هذا القطاع يشكل قصة نجاح تجسد ما تتميز به من روح المتابرة وصفات الكفاءة والإبداع وأشهد معالي بما شهدته أعمال الملتقى من مشاركات مثمرة وبناء في الموضوعات التي تتعلق بالمرأة القيادية في قطاع الطاقة والجهود المبدولة من اللجنة المنظمة لتحقيق ما يسعى له الملتقى من تطلعات وأهداف لتعزيز قدرات المرأة القيادية وأشهد معالي وزير النفط إلى أن الملتقى شكل فرصة سانحة لبحث ودراسة أوضاع قطاع النفط والغاز ومستقبل هذا القطاع في ظل ما يمر به العالم من أوضاع صعبة جراء جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا